السلام عليكم أخوتي المغربة ديما معكم مللعب بغيت نظر معكم أخوتي في واحد المسألة اللي خاص نحن نعرفها كمغربة لشكاء أنكم تعرفوا بالتظاهرة أخذت واحد المجرى واسئ مثلا كتشوفوا في الضربدة كتشوفوا في الضربات خريبة بليتو بني ملل وبعض المناطق أخرى هاد الناس هاد الناس اللي كيديرو هاد تظاهرة ولا هاد الناس هاد اللي خارجين على قبل الخائن اللي وطنيه والمغربة كاملين المسمى الزبسافين لعنة الله عليه راهم ماشي الناس حقيقيين دير هادوك المنطقة راهم ريافة راهم ريافة ريافة تافقوا على أساس أنهم باش كل مدينة يهبطوا لها ويعملوا فيها مظاهرة باش يبينوا باللين راهم كانوا واحد تضامون دير المدن مع الحسيمة فلهذا الله يخليكم الأخوة المغربة را هادوك الناس راهم ماشي الناس كذا ولي خارجين كونوا على يقيم والناس اللي في خريفة ماشي الناس خريفة راهم ريافة صافروا عندهم عائلتهم ريافة في كذا هم اللي خرجوا باش يبينوا للرأي العام ويبينوا ويضلوا نحن المغربة المتبتين بالوطنية دينا وبالرأي دينا باش يبينوا بأننا راكين واحتضامون مع أهل الحسيمة الله يخليكم الله يخليكم أخوة المغربة نحاولوا ما أمكن نكونوا في حذر نحاولوا ما أمكن نكونوا يقضين نحاولوا ما أمكن نكونوا متحدين راه هاد الفتنة اللي نوضلنا هاد الأوباش راه ما غاديش تكون صالحنا لاحنا ولا ولا ولادنا ولا الشعب دينا كمغريبي وإحنا كنعنتزوب هاد البلد الحبيب وإحنا عايشين بسلم وأمان وأمن وطمأننا في هذه البلد السائد فلهذا حاولوا ما أمكن أنكم تردعوا هاد الأوباش لكي نوضل فتنة في هذه البلد أخي المواطن أختي المواطنة الله يخليكم إلا كانت الروح الوطنية المغربية الملكية كتصف بها خرج ووقف هاد المظاهرة هاد لأن هاد الأوباش بغاو يخربوا بلادنا هاد الأوباش را هم مدعومين من طرف الخارج هاد الأوباش را هم كتجيهم دفوعات مالية هاد الأوباش ما بغينش الخير لهاد البلد وإحنا كنعرفوا بلادنا رغا ديفوح تقدم والإزدهارية وكي تضرب بها المثال في جميع دول العالم فلهذا أخوتي المغربة المغربة الحرار المغربة اللي كتصف بهم الروح الوطنية المغربة اللي عندهم الحس دير الوطنية المغربة اللي كي يحبوا ماليك ديالهم الماليك الشاب الله ينصره والله يخلي علينا والله يخليه لنا وعاش الماليك وديما راية مغربية راية حمراء ونجمخضراء الله يخليكم كنعود ونعود الناس اللي كيديروا مظاهرات في هاد المدن هادو اللي قلت راه ماشي ننزل هادك المدن راه هم اوباش ريافة هبطوه لأساس باش يبينوا الرأي العام في اليوتيوب و التواصل الاجتماعي باللي راكين تضامن مع هاد الحرك الملعون الله يخليكم حاولوا تخرجوا و تضامنوا بالروح الوطنية ديالكم محملين الراية المغربية و اي واحد نسكتوه بالراية المغربية الله يخليكم خوتي المغربة انا و اعود بالله من قلت انا ديما هاز ما يرايه في جيبين انفوه انا بعده شخصيا انفوه نشوف شو واحد خارج كي يغوت نشي حداه و نغوت انفاس معه و نقول له انت خائن الوطن و انت غدار الوطن و انت او باش الله يخليكم كونوا مستعدين باش نحميه هاد الوطن الحبيب لانه الجزائر ستحمق الجزائر ستستم عيات ما تدير القوالب باش تنوض الفيتنا في البلد الحبيب ما قدرات كتعطي فلوس صحيحة كتعطي اموال ضخمة ولكن كونوا على يقين يا الجزائر ستتخذوا واحد صفعة اللي معمومركم خضيتها من نحن المغربة بفضل ملكنا و بفضل بلادنا و بفضل خوطنا المغربة لا يعيشون داخل الوطن ولا يعيشون خارج الوطن و بالمناسبة كان نقول هادوك الناس اللي تعبروا على الوطن بحرق الجوازات السفر السيدة تحرق بفضل أصدق بفضل لم يكن لديك دفن في المغرب أنك خائن الوطن أنك خائن المملكة المغربية الشريفة المقدسة الكل يشهد بها الكل يشهد بها وكل رفع رأسنا سألة أخرى كنت توجه الناس لسكان الحسيمة راح إذا استمرت في هذه المسألة كونوا على يقين أن هذا الشيء سيجع لكم ضدكم كونوا على يقين أنكم ستندموا في اليوم من الأيام لماذا؟ لأن فضل الله سبحانه وتعالى وفضل ملكنا وفضل بلادنا وفضل خطنا المغربة الحرار سوف نصدّعوا هذه الخيانة التي تتم فيها سوف نصدّعوا بكل مكان مثالكم الإيمان وقوة وسوف نصدّعوا لكم إن شاء الله كما تصدّعوا البوليزاريوم وباقي سوف نصدّعوا البوليزاريوم وإن شاء الله وكل حان حان الوقت الذي سنقوم هذه البلاد من الإنفصاليين الذين سنقوم البلاد من الخوانة الذين سنقوم البلاد من الغدار الحساد المكرهين لعلات الله عليكم إلى يوم الدين كبرتوا في المغرب؟ كليتوا في المغرب؟ وشبعتوا في المغرب؟ أربيتوا الكتاب في المغرب؟ في الأخر هذا هو جزاء المغرب ولكن الحمد لله الحمد لله يعني المغرب كبركم ولكن ما عندناش لكم الدفن هناك كنوا على يقين ما عندناش لكم الدفن وإذا كنتم هذه الفئة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج حاملين جوازات الصفر الجنسية من الجنسية تم رأكم عملاء تم رأكم مخوانة آخر مطاف ديالكم كتكونوا مدلونين عندهم كما كان الحال لأنكم ماشي ولاد بلادهم وخيكون عندك جواز الصفر في الأحمر وخيكون عندك الجنسية كتبقى في نظرهم ذلك الإنسان المغربي لأن اسمك في الجواز الأحمر مكتوب بالمغربية مثلا عمار مكتوب في الجواز الصفر عمار وخاخذتي الجنسية فلهذا إذا أريد أن تحرق الجواز الصفر أو بطاقة التعريف الوطنية لا أحرق الجواز تحرق الجواز وخوي على رأسك وشعر عافية في رأسك تسمى أنك متضامن تهمين أخوتي المغاربة لدينا نداء واحد هو أننا نتبطوا مع بعضياتنا هل سيكون هؤلاء الناس الذين يقومون بمظاهرات في هذه المدن التي قلت سيكون هؤلاء الناس في هذه المدن هم رياثة رياثة تفقوا على أساس أنهم هبطوا في كل مدينة تهبط واحد الكليكة من رياثة ليس كوانا من 20 أو 30 أو 40 فرد يهبطوا إلى هذه المدينة و يخرجوا و يضلوا عقل المواطنين أنت من أخوتي المغاربة التي ستخرجوا نحن محمدين بالرأي المغربية و نتصدوا لهم ليس بالضرب لا ليس بالضرب لنكونوا حضاريين ليس بالضرب يغوتهم و نغوتهم تلقائيا هم سيحسون بهذه الغيطة والغضل والخيانة سيحسون بها هذا ما يريدنا إنه سيحسون به و يبلي من تغيين ساحبه كنوا على يقين و شكرا و السلام بالمرة كان وجهت تحية جميع الإخوان المغاربة اللي متبتين بالوطنية ديالهم وبملكهم وبأرضهم وبالمغرب ديالهم وعاش الملك الله الوطن الملك تحية المملكة المغربية حرة شريفة أبيها وعاش الوطن وعاش الملك والله الوطن الملك السلام عليكم